موسيقى موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم إلى حلقة جديدة من حديث الصحافة نبدأها بأبرز عنوين الصحف لهذا اليوم عنوانة العربي الجديد واشنطن بوست جيش الأسد يتأكل هكذا اغتالوا ثورة أطفال درعة تركيا تدعم مؤتمر موسكو الاتلاف هو ممثل الشعب السوري داعش يلبس الكساسب البدل البرتقالية وتخوف من قرب إعدامه أما في الشرق الأوسط المعارضة السورية تتوجه بوفد موحد إلى موسكو وبموافقة 24 حزبا سوريا السعودية تصدر وكالات قضائية للوافدين السوريين من غير حامل الإقامة 36 تفجيرا انتحاريا نفذته داعش في كوباني وانحسار نفوذها في عشرات القرى أما في القدس العربي فقد جاء نظام الأسد يصعد جهود استدعاء الاحتياط تحضيرا للحل السياسي أم تعويضا لخسائره احتجاجات شعبية في إدلب ضد ممارسات جبهة النصرة وثمانية قتلى في انفجار سيارة مفخخة في ريف حمص لاجئوا عرسال الوجه الأبرز لمأساة النزوح 140 ألف سوري يعيشون تحت خط الفقر هذه البحرى نجاح الثورة السورية لا يقاس بالكيلومترات التي تسيطر عليها المعارضة ولسنا مسؤولين عن تنظيم الدولة الإسلامية وفي الحياة توقعات الاستخبارات الإسرائيلية لعام 2015 سوريا صغرى بقيادة الأسد وكانتونات تتصارع وجولان منضبط تظاهرتان في لندن ولاهاي دعما لصحفي الجزيرة المعتقلين في مصر أردوغان سيترأس اجتماعا للحكومة في سابقة لرئيس تركي وفي موقع سيريا نيوز فقد جاء مصادر معارضة انفجار سيارتين لقوات النظام في سهل الغاب بحما وقصف على رنكوس ومضايا بريف دمشق قتلى بقصف طال اللطامنة وحصرايا بريف حما واشتباكات في الملاح بحلب خروج مظاهرة في الباب بريف حلب تطالب بإخراج معتقلين لدى تنظيم داعش وكاله جرح جراء اطلاق الجيش اللبناني النار لتفريق مظاهرة للبنانيين وسوريين بعرسال موقع المدن سوريا لا مسيقى في زمن الحرب المعارضة تكافح الفساد في حلب عملية السلام التركية على الاراضي السورية هربنا من الموت في سوريا لكي نتشرد في اليونان مصر المدنيون يحاكمون عسكريا وعناصر الشرطة مدنيا ايران الفساد والاحتكار والسلطة المطلقة صحيفة الانديبندنت نشر تقريرا لمراسلها في هلماند بلال سارويب علوان الحرب انتهت الا ان المعركة ما زالت مستمرة وقال كاتب التقرير ان الولايات المتحدة والناتو اعلنا رسميا امس انتهاء الحرب في افغانستان وتحقيق النصر بعد مهمة استغرقت 13 عاما مضيفا انه تم بناء افغانستان مرة جديدة الا انه بالنسبة للكثيرين من الافغان فانهم ما زالوا يعيشون اجواء الحروب لاسيما في الاقاليم المضطربة في البلاد واوضح كاتب التقرير ان الطالبان لا تزال قوى جامحة في البلاد كما ان سلطة الحكومة محدودة للغاية واشار ساروي الى انه خلال المراسم الاحتفالية في كابل اعلن عن مهمة جديدة للولايات المتحدة والناتو تحت عنوان عملية الدعم الحازم غير قتالية سيبدأ الحلف في تنفيذها في افغانستان في اول كانون الثاني المقبل وتقضي هذه المهمة بتدريب الجيش الافغاني ومساعدته ليواكب دخول البلاد في مرحلة جديدة من الصراع مع طالبان واكد كاتب التقرير ان عملية تدريب الجيش الافغاني مهمة للغاية لان طالبان طورت طرق تصنيع عبوات ناسفة وقنابل تستخدمها في هجماتها وباتت تستخدم مواد بسيطة للغاية وبطريقة يسهل معها اخفاء هذه المتفجرات على جوانب الطرقات وبتكلفة اقل بكثير من الاسلحة الجديدة الباهظة التكاليفة واكد عبدالجعفر افغانار الذي يعمل في مجال تفكيك العبوات الناسفة لصالح الشرطة الافغانية في اقليم هالمند انه فكك بيدي حوالي ستة الاف عبوة ناسفة مزروع على جوانب الطرقات العامة العام الماضي اضافة الى تفكيك ست سيارات مفخخة واضاف انه يمكن تصنيع عبوات ناسفة بسيطة مؤلفة من جهاز راديو وقدر الضغط او من علبة مياه غازية بتكلفة لا تتعدى 13 جنيها استرلينيا الا انها قدرة قادرة على تدمير دبابات ومركبات مجهزة بافضل الاسلحة واردف افغانار انه يتلقى كم من هائل من التهديدات هو وعائلته من قبل طالبان ويصفه الكثيرون في افغانستان بانه بطل وهو يفكك العبوات الناسفة بيديه ومن دون اي نوع من الحماية وانشأ افغانار صفحة خاصة له على موقع فيسبوك يوثيق فيها تفاصيل تفكيك هذه العبوات القاتلة الا انه يؤكد دوما انه مهتم باتمام عمله والعودة الى اولاده صحيفة السفير نشرت مقالا لحسين العودات بعنوان الارهاب ومسؤولية الانظمة السياسية جاء فيه لم يهبط الارهاب فجأة من الفضاء الخارجي ولم ينشأ وينمو يفعل فعله من دون اسباب سياسية واجتماعية واقتصادية ودينية وانما كان نتيجة شبح حتمية لما مارسته الانظمة السياسية العربية خلال العقود الخمسة الماضية يمكن جمع اسباب الارهاب في حزمتين الاولى سياسية ومعيشية بكل تفرعاتها والثانية دينية وفقهية يعود اول اسباب نشوء الارهاب ونموه وانتشاره الى طبيعة الانظمة السياسية التي قامت في معظم المجتمعات العربية وممارساتها السلطوية والاقتصادية والاجتماعية والادارية المتعصفة اذ لم تعر هذه الانظمة انتباها او قبولا للحرية ولا لكرامة المواطن او للديمقراطية والمساواة وتكافئ الفرص والعدالة ولم تقم في البلاد مؤسسات فاعلة مستقلة تمارس مهماتها بحرية فكان للحاكم الحق ان يغير بنود الموازنة ويجري تنقلات بين هذه البنود ويمنع ويمنح من دون قانون او احترام للاولويات ويتصرف بالمال العام كأنه مال خاص من جهة اخرى اعطت معظم الانظمة العربية اجهزة الامن صلاحية كاملة كي تعتدي على المواطن وتبتزه وتعتقله بسبب ومن دون السبب لسنوات طويلة وكان ان ادخلت رغابات الاجهزة الامنية تغييرا في الالتحاق بوظائف الدولة وتعيين المدراء وكبار المسؤولين واصحاب المناصب الادارية والسياسية في ضوء ولائهم وليس لكفاءتهم او لمقتضيات حاجات المؤسسات واولويات التنمية كانت خلاصة هذه الممارسات جميعها ان تحولت الدول الى دول امنية واهين المواطن وتم الاعتداء على كرامته وحقوقه وعاش في خوف ورعب وارتفعت نسب البطالة فتجاوزت الخمسة وعشرين في المئة في معظم البلدان العربية اما ثاني اسباب الارهاب فيعود الى تراكم تفسير الدين الذي بدأ بعيد انتهاء العصر الراشدي واستمر حتى الان حتى صار الاسلام اقوال فقهاء لا ايات قرآنية وغرق بالشرح وشرح الشروح والتفسير والتأويل والمماحكة بين الفقهاء الذين تغولوا على الدين مع ان لا كهنونتية في الاسلام وفي المحاصلة اصبح المؤمنون امام دين اخر جديد كليا مثقلا برغبات المتسلطين سواء كانوا سياسيين ام رجال دين وقد حقق الالتحاق بالمنظمات الارهابية للمتطوع اهدافا ثلاثة الانتقام من السلطة الجائرة التي اوصلته لحالة البؤس الذي يعيش فيه والامتثال لمتطلبات الدين كما وصلت اليه من فقهاء السلطة والحصول على الدخل يكفي الحد الادنى من متطلبات عيش اطفاله واهله الذي تقدمه له هذه المنظمات وممولها ولم يخطر في بال اهل السلطة ان سلوكهم وفسادهم واستبدادهم وتعاملهم المتعصف مع شعوبهم ونفاقهم للفقهاء سيكون فيها مقتلهم في يوم من الايام على نفسها جنت براقش كما جنت على الشعوب ايضا موسيقى صحيفة السبيل الاردنية نشرت مقالا لجمال شاهين بعنوان امراء الطوائف جاء فيه كل ما يجري في المنطقة انما هو عملية تفكيك للبنى الجيوسياسية ويؤكد في ذات الوقت ان الدول فيها على ما هي عليه لم تعد صالحة ابدا بالحدود التي رسمت لها مطلع القرن الماضي ويبدو فيما يجري انه بات لزاما لاستعداد لمرحلة جديدة عنوانها كينات وانظمة غير الحالية وان معالمها مفتوحة على كل الاحتمالات الدول العظمى او القوية تعمل باهتمام شديد في الدول المضطربة وتحرك مسارات الاحداث فيها بغية دفعها الى واقع جديد والامر والنتيجة حطمية فمن يمكنه تخيل سوريا تعود الى سابق عهدها ومثلها العراق وليبيا واليمن او ان السودان سيعود موحدا وجلي الامر ان قصة داعش لن تنتهي الا على كينات سياسية جديدة والحال يشي بانها ستكون طائفية بامتياز وذلك كامر واقع ولا مفر منه الحوثيون في اليمن حالة جديدة على اليمنيين غير قابلة للعودة الى يمن موحد وصراع فيه الان ليس مرشحا للحصم العسكري والحل لن يخرج عما بات يعرف بالحل السياسي لمجمل الصراعات والقول انه سياسي انما يعني اما تقاسم السلطة او عملية الفصل بين الاطراف على اساس جغرافي يتم توافق عليها ولان التقاسم ما عاد ممكنا لهيمنة الحالة الطائفية فان الاكثر قبولا سيكون بالفصل والامر نفسه لاي حال سياسي ان في سوريا او العراق او ليبيا ولن يكون مستبعدا انشاء دولة لداعش ايضا لضمان التشريط الطائفي وابقاء شرارة النزاع حاضرة ضمن دول وكيانات لا ينبغي ان تكون قوية بموجب ما يخطط لمستقبل شعوبها وعلى اساس استبعادها اي دور او شراكة فيما ينتظرها وهو ذات الامر عندما تأسست اول مرة دون ان تكون مقررة ولا شريكة في رسم حدودها وانما وافقت عليها فقط والاكيد في مثل هذه السيناريوهات ان تنظيم داعش هو الدافع والمؤمن لاعادة فك وتركيب المنطقة المضطربة بلا فرق عن الحوثيين ومن مثلها وبفارق المعادل الاسرائيلي للحل السياسي للقضية الفلسطينية وانهاء الصراع فان كيانا ما سيتشكل ايضا ستكون فيه انحرافات جغرافية تؤمن حدودا ومسميات غير الحالية لتكتمل خارطة التغيير للمرحلة الاولى وبعدها الاستعداد للمرحلة الثانية لتنال مما تبقى من دول المنطقة وهذه فيها كل الاسباب ليكون فيها مثل داعش او ما هو اسواء صحيفة صباح التركية نشرت مقالة لشرف اغوز بعنوان اول امر نزل هو اقرأ ولكن جاء فيه نشاهد التلفاز ستة ساعات في اليوم وثلاثة ساعات نتجول خلالها في عالم الانترنت لتخرج امامنا حقيقة وهي اننا نقرأ الكتب لمدة ستة ساعات في سنة فكيف لنا ان نحتل مكان بين الامم ونحن كذلك لسنا من يؤمن بان اول امر نزل هو اقرأ لكن هناك خبر جديد وهو ان هذا الامر يتحسن بمرور الوقت فحسب اخر التقرير نشرته اليونيسكو مؤسسة العلم والثقافة التابعة للامم المتحدة فان تركيا اصبحت تحتل المرتبة الخامسة والثمانين عالميا من حيث القراءة وحسب نفس التقرير في اوروبا تصل نسبة القراءة المعتادة والمنتظمة اي القراءة التي اصبحت بصورة روتينية لدى المجتمع تصل نسبتها الى 21% من سكان الاتحاد الاوروبي بينما في تركيا تتناقص هذه النسبة لتصل الى 0.01% من عدد سكان تركيا يقرؤون بصورة روتينية اذا كنا لا نتجاوز في عادة القراءة سوى دول مثل جامبيا وساحل العاج فهذا يعني ان علينا ايجاد الحلول لهذه المشكلة وخصوصا اذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان معظم الكتب التي نقرأها اصلا هي كتب الفكاهة والدعابة وعلينا ان ندرك انه حان الوقت لتخصيص جزء من وقتنا ومالنا المهدر معظمه على اجهزة هواتفنا الذكية من اجل القراءة قد تكون العناكب نسجت خيوطها في مكتباتنا لكن هواتفنا الذكية اليوم هي عبارة عن مكتبة كاملة ولو حاولنا على الاقل التعود على القراءة من خلال محتوى الويب لغيرنا قليلا تلك النسبة المنخفضة جدا التي حصلت عليها تركيا وعند الحديث بلغة الارقام نجد ان هناك مليون شخص مشترك في مكتبات تركية في المقابل هناك 71 مليون مواطن مشترك بشركات الهاتف النقال ويستفيد حوالي 18 مليون شخص في العالم وضمهم من الطلبة من 1118 مكتبة موجودة في تركيا بينما في الولايات المتحدة الامريكية يوجد 16 ألف مكتبة لكن يستفيد منها 1.4 مليار شخص سنويا عندما اشاهد محلات بيع الكتب بدأت تفتتح مؤخرا في التجمعات التجارية كشيء جديد وكفكرة وصلنا اليها اليوم أتذكر دوما أننا الأمة التي أول أمر نزل عليها هو إقرأ لكننا ربما سمعنا به أو سنطبقه بصورة متأخرة جدا وهنا نتساءل إن كان الحال هكذا في تركيا التي تسبقنا بأشواط فكيف هو الحال في بلادنا العربية مجلة أكسوجين نشرت دراسة بعنوان كثرة استخدام الهواتف الذكية يغير مناطق بالمخ جاء فيه توصلت دراسة سويسرية حديثة إلى أن كثرة استخدام الهواتف الذكية يعيد تشكيل بعض مناطق الدماغ فاستخدام الأجهزة الذكية بكثرة يؤثر سلبا على بعض المناطق في القشرة الدماغية المسؤولة عن استجابة المخ للمتطلبات اليومية وأوضح الباحثون أنهم اكتشفوا أن استخدام الهواتف الذكي بكثرة يؤثر سلبا على المناطق المسؤولة عن أصابع الإبهام والسبابة والمسطى في القشرة الدماغية وأن استجابة هذه المناطق في المخ لاستخدام الهواتف الذكية أكثر حساسية من استجابة المناطق الأخرى ورأى الباحثون تحت إشراف أركو جوش من جامعة زيوريخ في دراستهم في مجلة كارانات بايولوجي أن ذلك يبين مدى استجابة المخ للمتطلبات اليومية للإنسان ومن المعروف أن هذه القشرة الدماغية تتلقى المشاعر الجسدية قام الباحثون بدراسة هذا التأثير لدى سبعة وثلاثين شخصا من مستخدمين يد اليمنى وستة وعشرين من مستخدمين يد اليسرى في التعامل مع هذه الهواتف الذكية بالإضافة إلى أحد عشر مستخدما لأجهزة هاتف جوال قديمة استخدم الباحثون جهاز تخطيط موجات الدماغ لقياس نشاط قشرة المخ عندما يتم لمس أصابع الإبهام والسبابة والوسطى بشكل سريع وتبين للباحثين من خلال ذلك أن ردة فعل القشرة الدماغية لدى مستخدمي أجهزة الهاتف الذكية أقوى بشكل واضح منه لدى غيرهم خاصة بالنسبة لتأثير هذه الأجهزة على منطقة المخ المختصة بالإبهام كما توقفت قوة رد الفعل بشكل مباشر على مدى استخدام المشاركين في الدراسة أجهزة الهاتف الذكي خلال الأيام العشرة السابقة للتجربة وخلص الباحثون من خلال دراستهم إلى أن التقنية الرقامية التي نستخدمها في حياتنا اليومية تشكل معالجة الأحاسيس في دماغنا حسب ما أوضح جوش في بيان الجامعة بهذا المقال مشاهدين الأكارم نكون وصلنا لنهاية حلقتنا لهذا اليوم نشكركم على حسن المتابعة السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة